أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين رؤية فنية للمباراة الكريمة طبعاً كده يا قبط السلام احنا بنتكلم على نالي التراجي في حلة جديدة وشكل جديد كاردوزو انا في وجهة نظري بدأ يرجع التراجي لما يشبه سابق عهده مش بنقول ده التراجي اللي احنا كنا من قبله زمان لا اهو مختائي برضو مختائي بس تراجي تحسن تراجي تحسن جداً 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 في وجهة نظر الشخصية عن تراجي نبيل معلول اللي احنا لعبناه السيزن اللي فات معنا تعالوا نبص على فرق عشان برضو يبقى يا سيدا مشاهدين معنا في الصورة نبص على الفرق ما بين تشكيلين التراجي اللي احنا نلقى لسانة اللي فات تكسب التراجي 3-0 ومراكت فرادس أطلعب بدون جمهور ومراكت سهلة والتراجي كان في أسوأ حالاته وكان مدير فن نبيل معلول ونشوف التشكيل اللي مع كاردوزو السلادي ونشوف مين اللي مكمل ومين اللي اختلف نبدأ ممكن مثلاً بالصورة اللي فيها نتيجة الأهل والتراجي 3-0 لو معنا وفيها تشكيل التراجي السنة اللي فاتت ونبدأ حتى مثلاً به حراسة المرمى هنتلاقي فيه تغيير في حراسة المرمى هاي الصورة معنا دبش ده كان حارس المرمى كان حارس المرمى صراحة كان متوضع للغاية وهو متغير بالسنادي به طبعاً الحارس من الله ما ميش ما ميش طبعاً برضو هنتكلم عليه كتير خط الدفاع لو بصنا عليه هنلاقي ان هو الحد ما بنسبة كبيرة هو هو ما زال موجود غاية دلوقتي ياسيم مرياح طبعاً مدافع التونسي الشهيد المشهور بضرباته الرؤسية ومحمد طجاي وبين حميدة على الباكل الشمال وبين علي على الباكل يبين خط الوسط وخط الوجوبة كانت تفهم هم هم الاربع الورد اه متغيرين تمام الست الأممين دول نقدر نقول ان هم اتغيروا بين رمضان مش موجود كلبالي مش موجود ورجيني مش موجود وبين حمودة مش موجود وزدام ده كان جزائيل عيف جزائيل عندهم والوينجيليمين عندهم مش هو طبعاً بقى نبص على الصورة بتاعة التشكيل الحالي دي الفريق نبص على التشكيل وهنجيب التشكيل اللي لعب سانداونس ما ميش طبعاً نكلمنا عن حالس المرمى مرياح هو هو طجاي وبين حميدة وبين علي اللي ربع موجود فيه اول واحد عايزين نتكلم عليه يانساس يانساس لعيب مميز للغاية لعيب مهالي جداً 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 هو بيتحط على الورق انه هو وينج لكن على طول بيلعب داخل ملعب وبيلعب وبيخش وبيصنع عليها بشكل مميز هو صانع للعيب نعم اقوله طبعاً لعيب خط الوسط من توجو والشعلالي وعايز اتكلم على حسام توقا حسام توقا ده واحد من اللعيب دايما الترجي على مدار تاريخه كده بيجيب لعيبة مميزة يعني كان لن نفتكر مثلاً كدك في نهاية أو 2010 أو 2011 أو 2012 كان معايز مميزة جداً في قلب الملعب وصنع اللعب حسام توقا واحد من اللعيب فوق نظر شخصية اللي لازم تلعب معاهم منتو مان منتو مان باخد نفس الفلسفة بتاعت مانعود جوزيه مع اي لعب ماهاري هو بيلعبه كان دائماً من يقول لأ من يلعبش بأعرب واحد لا مانتو مان مش๊ شجور دائماً كانتش كبانة مصل دي كانت فكرته فحسام تقاى واحد برضو من اللعابة المميزة جداً في الفرق السانادي وعامل شكل مختلف ونروح طبعاً له الاسم الابرز وهو رودريجو رودريجو طبعاً مهاجر برازيل اللي عمل لهم شكل مهاجر شفناه من ساعة الدوري القصدي كاسل اللي هو بطوط الدوري الأفريقوي وشفنا الترجي ساعتا كان مقدم يعني إيه بوادر للشكل فده الفرق ما بين الفرقتين ما بين الفرقتين الترجي الساعة الفرقتين والساناتي إذا نربع بس اللي موجودين ونربع المدافعين المدافعين السبع البقين مختلفين فيه السبع العيوة اختلفوا بس وضعاً في الأطبار برضو إن أسلوب الدفاع بقى أحسن ده طريقة تانية ده مدارفق ما هو أنت برضو نسيت أهم حاجة وجه المزاري إن أنت تجيب المدير الفني ده نعم والمدير الفني ده نبيل معلول طبعاً طبعاً نبيل معلول كنجم كبير ومدارف فريق ما كانش الفرقة سويسة في وقتها بس برضو الفريق بصراحة برضو يعني عندنا نقول إن كاردوزو مع المنظومة الدفاعية بتاعته أمرنا ما شفنا الترجي يا كابتن إسلام بيدافع على أرضه شفناه هو في أفريقيا فلسفة واحدة صحيح هلاعب سانداونز يا جماعة ولا حد يكلمني على الإسم ولا حد يكلمني على التاريخ أنا هلاعب سانداونز في أرضي أنا هلاب على المرتدات صحيح اللي والله اللي مش عاجبه والله مع نفسه هذا الترجي هو كانوا بيقولوا كده صحيح ولعب بنفس الأسلوب أنا لما هنجيب أرقام يعني سانداونز والترجي كانت أرقام فظيعة فيه فجوة هائلة جدا لكن ده أسلوبه وهو الراجل المتواضع للغاية وبيلعب النعب الواقعي جوزي مورينيو نعم عن النهاء الشهير ما بين برشرونا والميلان اللي كان أعتقد ستة ولا سبعة اللي هو كان بيلعب اللي كان هو انتر انتر برشرونا كان سيمي فاينال سيمي فاينال اللي كان بيلعب في التمنتاشر اللي كان ساموا بيلعب في التمنتاشر بس فعندما سئل عن الأرقام قال لهم خلي الأرقام تجيب لكم البطولات صح صحيح صحيح فاهم فالهو يعني فيه ناس كتيرة جدا 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 بعد ما مورينيو عمل كده اتبعت نفس طريقة اللعبة دي صحيح احنا بنلاعب مدير كرتغال في 2000 أمم أوروبا اللي خدتها واليونان خدتها بهذه الطريقة واليونان هزوه أربع رأيك في الأخد احنا نازل نحط كده عنوان قدامنا احنا بنلاعب فريق يقوده مدير فني واقعي إلى أقصى درجة ممكنة